بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أكد الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام على أن احترام حقوق الإنسان هو الركزة الأساسية لتحقيق التنمية في شتى جوانبها كون الإنسان هو هدف هذه التنمية وأداتها وأضاف النائب العام أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة تسخر بمنجزات حقوقية رائدة في كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة مما جعلها نموذجا يحظى بإشادة وتقدير دولي وذلك بما يتوافر لديها من آليات وطنية حقوقية ورقابية وقضائية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية وأضاف أنه من هذا المنطلق تضافرت الجهود القضائية لمواكبة رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان من خلال سلسلة من التحديثات على بنيتها فكان إنشاء وحدة التحقيق الخاصة ومكتب حماية المجن عليهم والشهود بالنيابة العامة كما استحدثت النيابة العامة ضمن هيكلها الداخلي نيابة الإتجاري بالأشخاص ومواصلة للسجل الحقوقي المشرف في حماية حقوق الطفل ورعايته وتطبيقا لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة فقد أضفا لنيابة الأسرة والطفل العديد من الاختصاصات القانونية واستحدثت بها مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة كما حرصت النيابة العامة على التطبيق الفعال لنظم العدالة التصالحية المستحدثة بالتشريع البحريني ونوها النائب العام في هذه المناسبة بقانون العقوبات والتدابير البديلة باعتباره من أبرز إنجازات المملكة التشريعية في مجال حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر